الفرح تحول إلى حزن عميق الأهازيج والزغريد حلت مكانها أهات على من فقدوا من أحبتهم وتبدلت ملامح صالة الأفراح لتصبح خيمة مأتم سيارات إسعاف هرعت إلى أرض المكان المستشفيات اكتظت بالمصابين والمكلومين من الأهال والأصدقاء آخرون جاءوا للتبرع بالدم الحمدنية في محافظة نينوى شمالية العراق كانت الشاهدة على حادث أليم لحفل زفاف أصفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين بعض حالتهم خطرة الناس محترقة واحد من الناس المحترقة بنعمتي محترقة كلها جلت مالا مقشر واقع الجلت ووضعية تعبانة قاعة الهيثم للأفراح خروج الوضع عن السيطرة إطلاق الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل صالة الأفراح كان السبب الرئيسي في اشتعال النيران وامتداد ألسنة اللهب لتحاصر معزيم الحفل داخل الصالة المشتعلة وذلك حسب التحقيقات الأولية وفق محافظين نينوى تحرك حكومي رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني استنفر الجهود لإغاثة المصابين وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية وزارة الصحة العراقية أعلنت هي الأخرى استمرار وصول شحنات طبية من بغداد إلى نينوى جوا لعلاج المصابين بالحريق صقف الصالة هوى على الأرض الجدران الكونكريتية هي الأخرى تداعت من شدة الانفجار حجم الدمار يبدو كبيرا صدمة وألم في أعين من فارقوا أحبتهم وأمل في إيجاد مفقودين منهم أطفال داخل المبنى المحترق تماما ويطرح العراقيون تساؤلات حول سبب تطور الحريق إلى فاجعة والتهام النيران سريعا كل ما جاء في طريقها لتأتي إجابة الدفاع المدني بأن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند السريع الإشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة ما يفتح بابا آخر للمساءلة عن البناء المخالف وغير الآمن الذي يفتقر إلى متطلبات السلامة ويكلف المواطنين في كل يوم فاتورة مثخنة بالموت والمكلومين ترجمة نانسي قنقر